في مصر بقى في عدد كبير من المحترفين الموجودين في أوروبا في السابق ما كانش في العدد ده والكم ده من اللعبين هل ده مفيد لمنتخم مصر ولا تواجد اللعبين في مصر وانك تشوفهم في مصر خاصة المنافسة هنا قوية تحديداً بين الأهل والزمالك أفضل في الحقيقة هم أمران مختلفان أو هناك وجهتان نظر متعاكستان إذا تحدثنا عن المنتخب القومي من الأفضل للعبين أن يلعبوا في أفضل الدوريات المتاحة ربما أود أن يكون لدي عشرة أو خمسة عشر لعب من المحترفين في أوروبا داخل قائمة المنتخب أو في الدوريات الأكثر تنفسية على مستوى العالم كنت أتمنى لو أن الدوري المصري من أقوى الدوريات التنفسية في العالم في كرة اليد المشكلة أنه المباراة الأكثر تنفسية اللقاء الأكثر تنفسية في الدوري المصري ما بين الأهل والزمالك ولكن حين ترى مباراة مع أندية أخرى لا يكون نفس مستوى التنفسية لهذا ربما من الممكن أو من الأفضل للمنتخب أن يضم لعبين أكثر محترفين خارج مصر لتعود هذه الخبرة خبرة اللعب في الخارج بفوائدها على الفريق القومي المنتخب مين أكثر لعب ما سمحتش الفرصة أنك تاخده في كاس الأمم الأفريقية كان نفسك يبقى موجود ربما لإصابة أو لغياب أو لإقاف أو لأعتزال مين اللعب لك نفسك يبقى موجود معك في القائمة في كاس الأمم الأفريقية في الحقيقة كل القرارات التي أتخذها يعني لمصلحة الفريق لا أقوم بقرارات فردية أو أفضل القرارات الجماعية والقرارات القائمة على مصلحة الفريق ككل كما ترى اضطررنا أو تنزلنا عن حارس في مقابل ضم لعب آخر للتوفير مجهود أو للإدخار مجهود بعض اللعبين الآخرين وأنا أفضل دائما المضي بوعي هادئ واختيار البدائل المتاحة لمصلحة الفريق ككل المنتخب القومي منفتح ولكن اللعبين الذين يصلون إلى ضمهم للقائمة هم اللعبين المجتهدين أو الذين قدموا أفضل أداء يستحقوا على أساسه اللعب في المنتخب